أعتبر الرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أثناء استقباله مستشار الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط باتريك ديوغال أن عملية التطقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان والتي تعتبر من أسس الإصلاحات تواجه بالعرقي للعديدة ونقابلها بإصرار على تحقيقها وقد تم التمديد ثلاثة أشهر لشركة ألفارزان مارسل تأمينا لهذه الغاية ولفت إلى أن الهم الأساسي حاليا هو استمرار الاستقرار في البلاد وسط العواصف الإقليمية والأزمات غير المسبوقة التي يواجهها لبنان فضلا عن تداعيات وجود النازحين السوريين والضائق الاقتصادية وانتشار وباء كورونا إضافة إلى انفجار الذي وقع في مرفأ بيروت لفتا إلى أن العقوبات الأمريكية التي استهدفت سياسيين لبنانيين زادت الأمور تعقيدا وذكر رئيس الجمهورية أن كل هذه الأوضاع تتطلب توافقا وطنيا واسعا لتشكيل حكومة تتمكن من تحقيق المهام المطلوبة منها بالتعاون مع مجلس النواب لإقرار قوانين إصلاحية ضرورية مشيرا إلى أهمية التشاور الوطني العريض في هذه المرحلة الدقيقة وحمل الرئيس عون المستشار جغال تحياته إلى نظيره الفرنسي مقدرا وقوفه إلى جانب لبنان في هذه الظروف الصعبة وكان المستشار جغال أكد متانة العلاقات بين البلدين لافتا إلى دقة الأزمة الاقتصادية وخطورتها وضرورة الإسرع في تشكيل حكومة كفوءة ومقبولة من جميع الأطراف وأشار جغال إلى أن فرنسا ستواصل تقديم مساعدات عجلة في مجالات عدة لسيما منها المجال التربوي مذكرا بأن وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه لبنان مرتبط بتحقيق الإصلاحات